اكد معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الاعلى للشئون الاسلامية على ان عمارة المساجد شعيرة اسلامية راسخة تعد من افضل القربات الى الله لما لبيوت الله من دور في الرسالة الربانية الاصيلة جاء ذلك لدى افتتاح معالي مسجد جمعية الاصلاح بالمحرق الذي اطلعت بتشهيده جمعية الاصلاح وذلك بحضور عدد من المسؤولين واصحاب الفضيلة العلماء والاهالي واكد معالي حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على خدمة بيوت الله ورعايتها ودعمها ايمانا منها بالدور الحيوي الكبير الذي تقوم به بيوت الله في نشر فضيلة والقيم السامية في الاوطان كما ثمن معالي خطوة جمعية الاصلاح في بناء هذا الصرح الاسلامي منوها بدور المحسنين واصحاب الاياد البيضاء في اعمار بيوت الله ورعايتها